سياسة الاقتراض والديون، سياسة كارثية ستقود العراق إلى الانهيار المالي والإفلاس في ظل تراكم الديون وتدهور الوضع الاقتصادي والصحي وتزايد المخاوف نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار النفط عالميا فضلا عن فشل السياسات الحكومية في الإيفاء بالالتزامات المالية هذه النتائج وهي انعكاس واقعي للحالة التي يعيشها العراق اليوم حذرت منها مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأمريكية جولدمالد ساكس مؤكدة أن مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية التي تسير في طريق الارتفاع أكثر خلال عام 2021 ستكون كبيرة وكارثية الحقيقة المرة هذه التي يؤكد أخصائيون في الاقتصاد أن آثارها الحالية ما هي إلا مجرد بداية لمأساة كبيرة سيعيشها العراقيون لفترة طويلة قادمة أكدتها اللجنة المالية النيابية التي بيّنت أن حجم الديون الداخلية والخارجية للبلاد بلغ أكثر من 160 مليار دولار غالبيتها ديون خارجية محذرة في الوقت نفسه من استمرار سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة للخروج من أزماتها والتي ستقود البلاد إلى الإعلان عن إفلاسه بشكل كامل في وقت ليس بعيدا كذلك ذهب البنك الدولي أبعد في وصف الحالة التي يعيشها العراق بحديثه عن تحديات اقتصادية جسيمة دفعت الملايين من العراقيين نحو هاوية الفقر وتحذيراته من السياسات الحكومية الفاشلة التي ستفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والتي ستجعل مستقبل العراق أكثرها شاشة ويعتمد العراق في 95% من إيراداته المالية على مبيعات النفط الخام شهريا لسد متطلبات الموازنة سنويا في ظل غياب السياسات الحكومية الواعية منذ عام 2003 حيث لم تقم بتنمية الاقتصاد بشكل كلي رغم التساع وتنوع مجالاته وركزت على الصادرات النفطية لتغطية الرواتب والنفقات في الموازنات العام سياسات يؤكد مراقبون أنها لن تمكن حكومة مصطفى الكاظمي وغيرها من تجاوز أزماتها المعقدة بل ستعزز هيمنة منظومة الفساد التابعة لأحزاب السلطة على موارد الدولة وستكبل الجيل الحالي والأجيال القادمة بقروض وديون وفوائد جديدة تضاف إلى ديون الفرد العراقي المولود حديثا والتي تقدر ب3000 دولار اشتركوا في القناة